البروجيكت كود هي عبارة عن وسيلة لتصنيف المشاريع هي المشاريع مش متصنفة هي متصنفة موجودة في الـ EBS يعني الـ Residential موجود في مشروع الـ Hospitality موجود فيها مشاريع وهكذا يعني كل مشروع هيبقى موجود في الـ EBS طب ليه اعمل تصنيف تالي احيانا ان انا ببقى عايز ان انا اصنف المشاريع باكتر من طريقة فالشكل اللي موجود قدامي ده شكل هرمي خاص بالـ EBS لا انا محتاج اكتر من طريقة اصنف بها احيانا انا محتاج مثلا مشاريع طبقا للـ Area الـ الى الموجود مثلا شيئا שלי موجود في القاهرة اللي موجود في اسكندرية الى الموجود في دومياط الىzie والى كافر الشيخ وهكذا مثلا يحتاج ان انا انا نفها بالمحافظة او ممكن ان انا عايز اصنف المشاريع حسب البوجيط المشاريع مثلا الـ budgetها صغيرة مشاريع البوجت 15000.000.000-20.000.000-100.000.000.000-200.000.000 وهكذا على حسب المشروع او ان انا يريد اصنف بعيد אחד اي ido bang المشروع. يعني النوع ده موجود تقريبا في الاي بي اس. فممكن يبقى عندي اكتر من وسيلة ان انا اصنف بها المشاريع. طيب اه يبقى انا محتاج حاجة تانية غير الاي بي اس تساعدني في التصنيف. ان انا اكود بطريقة تانية. فاللي سيساعدني هو موضوع البروجيكت كودز. عشان نتعلم موضوع البروجيكت كودز. محتاج انه يبقى فيه اكتر من مشروع. فخليني هنشئ كذا مشروع كده. دي كده مجموعة من المشاريع قدامنا. مثلا برايفيت سيكتور في السنفلاور فيلا اللي كانت موجود. وبعد كده ليك كومباوند ودريم تاور. في المنصر في اليكس هوسبيتال. ميديكال سيتي. في المنصر في المنصر في ادوكيشن. ترميزياد سكول. فكالتف ارس. في الانفرستركشور بروجيكت في عملية بريج. نصر سيتي بوتابل وووتر ببلاين. دميتة سيويج تريتمنت بلانت. وكذا عايزة ابدأ دلوقتي ان انا اصنف المشاريع دي. هي متصنفة ومترتبها تبقا للأي بي اس. انا عايزة اعمل اكتر من كودينج سيستم ينفعني ان انا ارتبني بعد كده. عايزة ان انا ابدأ اختار البروجيكت كودز او ابدأ اكارية البروجيكت كودز. فهاجي عند انتربرايز واختار منها بروجيكت كودز. هيطلع لي البروجيكت بوكس الخاص بالبروجيكت كودز. هلاقي في مجموعة من الاكواد هو موجودة. يعني لو نبص كده عليها هو عامل بيزنس بروسيس. اكاونتين كونستراكشن بلينج. كاستمر ريليشنشيب مانجمنت. فينانسينج. اوردر مانجمنت. وهكذا. وفيه مثلا البيزنس سيجمينت. خلينا ناخد اللوكيشن. كاتب نورث امريكا. لاتن امريكا. برازيل. ايوروب. انديا. وهكذا. انا عايز ابدأ اعمل حاجة زي مثلا الاريا عندي. فياجي عند موديفاي. وهدوس موديفاي. عشان اعدل فيه القوائم الرئيسية او الكاتيجريز الرئيسية. طيب لما ندوس موديفاي. هيطلع عضايا الكبوكس تاني. بيقول لي البروجيك كود ديفينيشن. فهبدأ ان انا اضيف واحد جديد. وهسميه اريا. هعمل كلوز. وهرجع تاني هنا. ولو هو مختار حاجة تانية. هرجع نختار الاريا كود. الاريا كود. هلاقي. ان هو الكودينج سيستم ده او البروجيك كود فاضي. مفيش اي عناصر موجودة. هبدأ ان انا اضيف اول الانصر. وليكن مثلا ايه. هنسمي اول واحدة مثلا الكساندريا الكساندريا A-L-E-X. ده الكود value. كود ديسكريبشن. او الكساندريا او ده كده ايه واحد ممكن يكون من الاكواد. ابدأ اكتبها المناطق اللي انا ما اريدها كلها. ممكن اكتب اعمل كود تاني برضو. على حسب احجام المشروع. فممكن اسميه project size. اقول له add. اكتب هنا بقى كده. اقول له close. وابدأ ازود في project size. نخليهم ثلاث انواع مثلا. small و medium و large مثلا. او اكتب الكود يبقى ايه واضح احسن عشان ما اتلخبط بعد كده. وهيقع هنا في الدسكريبشن مثلا. اقول projects. 200 مليون. وهيقع على large واكتب. large projects. 200 مليون. او greater than 200 مليون. خلاص. وهكذا كده انا عملت زي ايه? اكواد للتصنيف. لسه ما بدأتش ان انا اصنف. عايز بقى ان انا اصنف المشاريع. اعمل close. وهيقع على المشاريع بتاعتي. طبعا انا مهتم بالمشاريع. بس اللي انا عملت لها كريات دلوقتي. مش بقيت الحاجات اللي في التمبلت بتاعت البريمير فيرا الاصلية. مش هعمل فيها. ايه. اصنين للاكوات دي. هيجي عند الريزدنشل. وكان عندي السنفلاور فيلا. هيجي على كودز. وهقول له اصنين لها كود معين. هيجيب لي شجرة الاكواات بتاعتي او الدكشنري بتاع الكودز. وهيجي عند الاريا. او الاريا كودز. وهقول له ان ده مسلا السنفلاور فيلا دي في اليكس. في نفس الوقت سنفلاور فيلا دي كنا عملنا البروجيكت سايز. خلينا هو سمول بروجيكت. فلاقي ان كده ايه. نزل عندي الاثنين كود دول. الاريا كود بتاعت السنفلاور فيلا هي اليكس. والبروجيكت سايز بتاعها هو سمول. عايز بعد كده اخصص ليه. طبعا مش محتاج ان انا اقفل الويندو. انا افضل فتح نفس الويندو دي. وابدل وهكذا. ادي لان كمباوند. ده كمباوند هنقول مسلا ان اوه موجود في كيرو. واهقول انه هو اه 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 جاملة ويجي على دريم طور. واقول انه هو ميديم بروجيكت وموجود في دميته. او في دميته. طيب. بالنسبة الاليكس المستشفى سنقول أن المستشفى سمول بروجيكت وطالما أليكس خليها في أليكسندريا طيب الميديكال سيتي خليها في كيرو و بروجيكت طالب نزاد سكول منسري في إدوكيشن خليها مثلا في دميته ويسمى البروجيكت الفكالتية تبقى ميديم بروجيكت وكذا برضو في دميته وعندي مشاريع إنفرستركشور عمرية بريج ميديم بروجيكت موجود في إسكندريا ناصر سيتي بطبول ووتر باي بلين موجود في كيرو دميته دميته خليها ميديم بردو وفي دميته خلينا في نصر سيتي بطبول ووتر باي بلين ميشي ميديم ودي ميديم ميديم وعملت أصين للكود على مشاريع إننا أبدأ أرتب المشاريع تبقى للكود يعني الأمر صورته هناخده هنتحرف عليه بالترتيب أو بالتفصيل بأمر group and sort بس خلينا دلوقتي هندوس group and sort by وهلاقي area code دميته كده هلاقي بيقول لي إن في عندك مشاريع كاملة الكود بتاعه الكود وفي القاهرة وداميته وأنه area code اللي هي المشاريع الباقي إننا كانت جاي مع البرنامج وأنا ما عملتش assign لها قبل كده فهذه هيحجزها في جزء الوحده أو category الوحده طيب ممكن إننا نرتب ب project size اللي أنا دخلته من شوية كان عندي small وإنه كان عندي small و medium و large وفي نوع project size ممكن إننا أعمل أكتر من level الترتيب يعني في customize بتاع group and sort وده هناخده بعد كده بالتفصيل زي ما قلنا وهنختار رأس بي المسأل مثلا ممكن نختار area الأول وخليتنا في الاتنين اللي نعمل لهم creation ثم بعديها ثم نقلنا project code أو project size فيه هيرتب الحاجات تبكن للarea الأول وبعد كده تبكن البروجيكت size وهو نعمل لأنه نرتب هذه اسكندريا جواها small و medium الـ small كان هذا و هذا و الـ medium كان هذا بعد كده كيرو كان جواها 1 medium و 2 large بعد كده دميتا كان جواها 1 small و 3 medium و يأتي و يأتي بعدها بقيت المشاريع كلها لأنها ليس وحدة نفس الأكوات دائت حسنا نرقع الترتيب الثاني تبكن لـ EPS اللي كانت موجودة وبكده يبقى تعرفنا على موضوع activity codes و سوفهمنا الفكرة التاطو والفايدة منه